يعني أولا خلي نكون واقعي الهجمة الخارجية اللي صارت وثيرت وثيرت داخلين اليوم نتكلم من الجهات اللي متضررة من خارجيا من مثل ما يتم تداولة من ميناء الفاو الدول اللي تمتلك أصلا عشرات من الموانئ يعني اليوم مثلا نجي على الإمارات على سبيل المثال إمارات عندهم موانئ أبوظبي وموانئ دبي والتنافس بناتهم كبير جدا تنافس بالخدمة تنافس بالسعب فهم لو يريدون أن يقضون على المشاريع عشان إمارة تقضي على إمارة لأنه المنافس الحقيقي لموانئ دبي هو موانئ أبوظبي والمنافس الحقيقي لموانئ الإمارات هو حقيقة ميناء موجود بباكستان اللي أنشأته الصين هذا الميناء أخطر على ميناء الفاو لكن مشت ليش؟ لأن هذه الدول تبحث عن أنه التنافس بالخدمة تنافس بالإسعار ما رحض ما شفنا أنه هناك من تدخل بشكل مباشر من أجل إيقاف هذا الموضوع من تداول موضوع أنه هناك تدخلات خارجية هي أطراف داخلية لأجل مصالح معينة هي تشوفها أنه بصالحة من أجل أن يسوق الموضوع ميناء الفاو تم أم لم يتم ما رح يكون بصالح لا 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 أنا قلت بشكل واضح من البداية أي مشروع ما تبقل ماكو رؤية ماكو استراتيجية ماكو فائدة ميناء الفاو مهم مثل ما اليوم من مطارات بغداد وتطويرها مهمة سيد منار أنت من البداية قزمت من حجم المشروع لا ما قلت قلت أنه المشروع جدا مهم للعراق ولكن ليس بالأرقام التي ذكرت أكو أرقام ذكرت أنه حيشكل تقريبا هيصير باستثمارات 600 مليار دولار هاي أرقام اللي ذكرت هاي بالمنابر في كل مكان ومشكلة ومشكلة باسم الشركة الصينية ومشكلة أنه الناس ومشكلة أنه وزع أوراق بالمحافظات ويفكر عنها هاي ما رجلت من المصدر الحكومي أو من مصدر الشركة فإذن لازم نتكلم بشكل واقعي الموضوع اللي نتكلم على ميناء الفاو مهم جدا للعراق هيشكل عنصر أساسي لدعم اقتصاد العراق من خلال القدرة على زيادة صادرات العراق من النفط من خلال أنه يساهم في استيرادات العراق وتسهيل عمليات اللوجستية بين أوروبا والخليج العربي وسيشكل عائدات مهمة ولكن ليس بالحجم الذي يراه البعض اشتركوا في القناة